ثلاثة أيام مضت على حكم حوثي يقضي بإعدام ثلاثين شخصاً مدنياً بسجون الحوثيين خلال خمسة عشر يوماً فقط بينما التزمت الحكومة اليمنية الصمت كعادتها تجاه هذه القضية وتواصل تمويل مرتبات القضاة في سيطرة الحوثيين بما فيهم القضاة الذين يعذبون آلاف المختطفين خبر يتيم في وكالة سبأ هو جل ما فعلته الحكومة تجاه سفك دام ثلاثين مواطناً دافعوا يوماً عن الحكومة حيث أرسل نائب وزير الخارجية مذكرتين الأولى إلى المبعوث الأممي مارتشين جريفث والثانية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تطالبهما بالتدخل لحماية المختطفين الثلاثين من الأعدام يقول ناشطون بأن الحكومة تدير العمل الحربي على طريقة حكومة الأطفال اليمنية وهي عبارة عن لقاءات وصور ونقاشات وأموال ضخمة تجنيها مقابل هذه اللقاءات المصورة والمنشورة بصفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن الحكومة بكل مستوياتها هذه المرة لم تنشر أي لقاء مصور لها مع أي منظمة ولا مع حكومة أطفال اليمن لمناقشة إجراءاتها لإنقاذ ثلاثين مختطفاً يمنياً من الأعدام واقع مزر إذن يكشف طريقة إدارة الحكومة للملفات اليمنية المعقدة بما فيها ملف المختطفين أحد أبرز بنود اتفاق السويد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر